سلام عليكم الجمع مع الحمل سنقوم بدرب هذه الأعداد مع بعضها البعض وكما عندما سنقوم بدرب الأعداد واحد من منزلة واحدة وواحد منزلتان وكما قمنا بعملية الحمل عندما قمنا بالجمع فسنقوم هنا أيضا بعملية الحمل في الضرب إذن خمسة ضرب اثنان هي عبارة عن عشرة أو ثان ضرب خمسة هي عشرة فهذا الرقم الذي بالواحدات فسنقوم بكتابته تحت وهو الصفر أما الرقم الثاني وهو الموجود بالعشرات لذلك يجب أن نقوم بحمله مع العشرات والآن سنضرب الاثنان مع الاثنان العشرات اثنان ضرب اثنان هو أربعة ولكن لا ننسى أنه لدينا الواحد هنا ولذلك سنقوم بإجمع واحد لأربعة وتصبح خمسة إذن الجواب سيكون خمسين إذن ما الذي عملناه في البداية ضربنا الاثنان بالخمسة والتي هي الواحدات وكان الرقم عشرة الصفر وضعناها مع الواحدات والواحد حملناها إلى العشرات ثم قمنا بضرب اثنان ضرب اثنان ضرب اثنان هو أربعة ولكن لا ننسى الواحد هنا ونضيفها إليها لذلك سنضرب في الأول ثم نجمع والجواب خمسين خمسة وستون ضرب أربعة سنقوم بضرب الأربعة بخمسة هي عشرون هذا الصفر سيأتي إلى الآحد وهذه الاثنان ستحمل مع العشرات والآن سنقوم بضرب أربعة ضرب ستة إذن أربع مرات ستة هي أربع وعشرون ثم نجمع الرقم اثنان وهي تصبح خمسة وعشرون وستة وعشرون وسنكتب ستة وعشرون هنا الجواب مئتان وستون نضرب ثلاثة بستة والجواب هو ثمانية عشر الرقم الثمانية توضع في رقم الواحدات في منزل الواحدات والواحد تحمل إلى العشرات والآن سنضرب ثلاثة ضرب اثنان والتي هي تساوي ستة ثم سنقوم بجمع ثم سنقوم بجمع الرقم واحد إذن سبعة والجواب هو ثمان وسبعون إذن ستة وعشرون ضرب ثلاثة هو ثمان وسبعون آخر تمرين هو أربع واربعون ضرب ثلاثة ثلاثة ضرب أربعة وهي تساوي اثنى عشر الاثنان تنزق تكون في منزلة الواحدات والواحد تحمل مع العشرات والآن سنضرب ثم نجمع ثلاثة ضرب أربعة إذن هي أيضاً اثنى عشر وسنقوم بإضافة الواحد وهو الجواب ثلاثة عشر إذن مئة واثنان وثلاثون ترجمة نانسي قنقر